برحب بكل الأشخاص اللي قادروا ينضموا لألنا ببودكاست جديد من بيروت تحكيم ميناء الـ USG ضمن مبادري Tries to Bloom مش غريب أو عجيب أنه يختلفوا الناس بميولهم وانتماءهم وإزواءهم أو أراءهم ولكن العجب أن يتخاصموا من أجل هذا الاختلاف خاصة أنه الاختلاف هو الأصل بيقزة الوعي وتجدد الفكر وتطور الحياة طبعا جميل أن نعطي رأينا ولكن الأجمل أن نحترم الرأي الآخر من هنا سنبحث عن كل نقاش هادف وسنبتعد كل البعد عن الجدال لأن النقاش يثير الفكر أما الجدال فهو المسافة الأبعد بين وجهتين النظر ويبقى لكل نقاش فائدة سؤلت مسلمة أنت أم مسيحية؟ فأجبت بأني أعبد ربي بكل الأديان السماوية موضوع حلقتنا لليوم رح يكون عن الحوار الإسلامي المسيحي ولنحكي أكتر بالتفاصيل بيسعدني استضيف منسقة برنامج التنشئة على الحوار الإسلامي المسيحي بمعهد الدراسات الإسلامية المسيحية بال-USG مادام ريتا أيوب أهلا وسهلا فيك ببودكاست جديد من بيروت تحكي من ال-USG بداية رح بليش من الحدث الأبرز اللي شهدنا عليه مؤخرا طبعا عم بحكي عن زيارة البابا فرانسيس رجل السلام إلى مهد الحضارات العراق برأيك شو رمزية هالزيارة بهالتوقيت بالتحديد بمرحلة بركة عم نمر فيها بظروف صعبة عم نعيشها بالمنطقة العربية؟ أنا اللي أكتر شي سوقفني بهالزيارة هو زيارته لأور أور اللي هي موطن ولادة إبراهيم إبراهيم اللي هو من خلاله ومنه بلشت الأديان الموجودة بالمنطقة الهدوية اليهودية المسيحية والإسلام وهون أنا بشوف رمزيتها أنه مثلك أنا رجع عمل هالحلقة ورجع للمصدر للجوهر للأساس اللي هو الخير والحب حتى يرجع يذكرنا أور كانت منسية كأنه الجوهر كان منسي ورجع ضوء عليها بزيارته هذا اللي بشوفه أكتر شي بهالزيارة ضوء علي أيضا خلال زيارة البابا فرانسيس إلى العراق شدد بكلمته على أنه كافة تشددان كافة انقساما وكافة من عدم التسامح يجب أن نعطي السلام فرصة أدي اليوم السلام ممكن يتحول فعلا من حلم إلى واقع أنه نقدر نعيش السلام أنا أصلا السلام ما بشوفه حلم السلام بشوفه واقع بس هو واقع مجروح ونحن بنا نضم جراحه وقال لك إن العالم انتهى لو هو حلم ولو منه موجود إذا بدي أرجع بس تذكر من كم سنة وين كانت إربيل والموصل وين كانوا ممكن نقول أنه البابا رح يكون ويصلب هالمطرح بيخد شهادة شخصية كمان أنا اللي متهجرت من ضيعته ولكنت مفكرة أنه رح أرجع لضيعته هلأ اللي مفكرة وبشوف أنه أنا بضيعته ورجعنا عمرنا ورجعنا دونك هون بقول في رجاء بنهايه ورجاء الرجاء هو اللي عم بيخلينا نمشي ونتحرك مشون هيك بوسق بالسلام وبيعتبره موجود نعم قدي اليوم رفضنا للآخر بكتير من الأوقات سببه بيكون الجهل منشهل دين الآخر فمنرفضه وقدي مدعوين اليوم نطلع على ديانة الآخر وما يكون عنا أحكام مسبقة الجهل أنا بعتبره عنصر أساسي برفض أو قبول آخر بس في نوعين من الجهل في الجهل الإرادة والجهل غير الإرادة الجهل غير الإرادة لما أنا بخلق ويمكن أخدت كتير إشي من أهلي من بيئتي علموني إياها من دون ما أنتبه وبالتالي الأحكام المسبقة اللي بنيتها بنيتها مش لأن أنا غلط أو أنا مش منيحة بس هي نتيجة مسيرتي هيدا الجهل أنا بعتبره لحد هلأ لا إرادة وين بصير إرادة لمن بعرف وبقول أنا بدي روح لعندي شخص تاني وهون بصير عندي مسئولية لأن لمن بعرف بصير مسئول وأوقات ما يكون قادرة أتحمل هالمسئولية وما عندي شجاعة أتحمل هالمسئولية عيد البشارة قررت الدولة اللبنانية أنه يكون عيد وطنة رسمة للمسيحيين والإسلام طبعا حلو أنه لما نلاقي أواصم مشتركة أنه نعيد سوا بس قدي لازم نشتغل على حالنا لنعرف ونفهم أنه الاختلاف مش يعني خلاف الاختلاف على الأكيد مش سبب خلاف الاختلاف بالعكس هو شي طبيعي طبيعي بطبيعتنا ولا تصور أي من الصبح واي ولاقي أربعة تلاف أو أربعة تلاف شخص دي ومندهر كله مثلك نعمل ترومة الاختلاف مش مشكلة الاختلاف هو بطبيعتنا والفرق أنه اللي بعمل من الاختلاف مصدر للخلاف بدل ما يكون فرصة حتى تلاقي بشخص تاني الاختلاف بساعد دماغي اللي بتلاقي بشخص مختلف عم بساعد دماغي حتى يتطور أكتر حتى وقالها منصير آلة ما بتعرف تعامل إلا شغلة وحدة بس اللي بتلاقي بحدا مختلف كون عم بتمرن أعمل مبادرات جديدة بتمرن على الخلق حتى كيف تصرفات جديدة قدام شي جديد وهذا بتصور بده شجاعة وبده إرادة أنه بتلاقي مع هذا الاختلاف طبعا إلى أي مدى اليوم بتشوف أنه التعددية الدينية والثقافية بتشكل هوية لبنان أنا بؤمن أنه لبنان بالأساس بأساس تكوينو أقله بالتاريخ الحديث هو تكوين تعددي طبيعته الجبلية ممكن كانت تساعد أنه مجموعات كتير كانت متعدة بالمنطقة كانوا يجو ويعيشوا ويلاقوا في ملجأ مشان هيك تشكيلته كانت من هالتعدد وهون برجع برجع للصورة اللي حكي أنا البابا السجادة اللي قال هالخطان اللي ملونة بالسجاد هي بتعمل السجادة وقال إذا منشيل خيط واحد بتتغير تكوين بتتغير الصورة ومن هون أنا بأمن ب هالبازل اللي هو ببنان إذا منشيل شي قطعة واحدة يعني رح يتغير وين دور المجموعات الدينية والاجتماعية للمساعدة على حلول السلام وكيف ممكن نساهم بعيش السلام والانسجام بالبلد قدي لازم نعرف نسمع بعضنا وقدي اليوم كمان الـ USG كجامعة بتساعدنا لنعرف أهمية أنه نقبل الآخر إذا بد أن طلق من معهد دراسات الإسلامية المسيحية بجامعة لديس يوسف بلش بالسنة الـ 77 يعني بعز الحرب وكل الأشخاص كانوا عم استعملوا الدين حتى يعملوا الحرب بين بعضهم قررت الجامعة أنه نرجع لأصل الدين اللي هو تناول السلام ومش هو عكس السير وبلش وقته وكانوا عم بيقولوا أنه شو مجانئين شو عم نعمل من 77 إلى هلأ المعهد طور بلش بلقاءات صغيرة بعدين صار إجازات ماستر صار في دراسات في أشخاص عم يجوا من كل الانتماءات المذهبية والطائفية والدينية وحتى من الدول العربية حتى يجوا على الفسحة اللي عم بتساعدهم يتلاقوا ببعض يتلاقوا بالآخر الآخر اللي ما بيشبهون ويبنوا سوا مسيرة مشتركة الأشخاص اللي بيجوا على المعهد إذا بيعملوا مقارنة بين اللي يجوا ولم يظهروا اللي هي سنة أو سنتين أو ثلاثة بيقولوا قيف قداش تغيرنا مش لأن هدفنا نغير الأشخاص بس لأنه نحن من آمن أنه الخير وقبول الاختلاف موجود بداخلنا بس بنا نوجة فسحات حتى تساعدنا نتلاقى مع هذا الاختلاف في أشخاص من بعد ما يمرقوا بالمعهد بيظهروا بيأسسوا مجموعات بيأسسوا حركات بيشتغلوا بمؤسسات بجامعات كلها بتوعنا بالحوار الإسلامي المسيحي أو بالحوار مع الآخر في حتى أشخاص بيعلموا بمدارس راحوا ومن خلال مدارسهم تصاروا عم يعملوا برامج مع مدارس تانية بعمش نهيك بقول هالمعهد هو ممر حتى الأشخاص يعملوا إدراكات ويروحوا لحياتهم العادية شو أهمية التربية عند الطفل على بناء جسر تواصل أم حيط فاصل بيني وبين الآخر قدي أهمية البيئة الحاضنة الأهل المدرسة الجامعة وهل ممكن أنه نزرع عنده نية بتقبل الآخر؟ أنا عم بسمعك عم شوف صورة الحجر الحجر بقدر ابن فيه جدار وبقدر ابن فيه جسر إذا الحجر فينا نعمل في هيك شو فينا نعمل بالولاد كمان قديش من خلال تربيتنا للولاد أو من ربيهم حتى يكونوا حجار لبناء جدار أو لبناء جسور وهون برجع ل فيه ثلاث أطر أول شيء التربية تربية بالبيت تربية بالبيت هون حتى ما أقول ما أحط الحق إذا بدي أقول على أن الأشخاص ما ربه مظبوط بدي أرجع لهم كيف عيشوا في لبناء في عيال أن أتلوا يمكن أهلهم أتلوهم أشخاص من غير دين في جرح عندهم بعد ما اكتمل وهيدا الجرح وعلى صعيد لبناء لأن ما اشتغلنا على صعيد هالمصالح هيدا الجرح بعده موجود شو عم يعملوا؟ عم ينقلوا لأولادهم عم يقلولوا لأولادهم أنه الحقيقة هي أنه هيدا هو عدونا وبالتالي لأن الشخص والولد بالنسبة لأله أهله أكيد عم بيربوه على الأحسن شيء بيربع أساس هيدا عدوي والإطار اللي عايش فيه ما سمح له أنه يتلاقى بناس ديني من غير انتماءات من غير بفكروا ناس من يمكن إذا أنا مسيحية وأتلولي أتل باي شخص مسلم ولا مرة تلقيت بشخص مسلم أتل باي شخص مسيحي مثلا أو ولا مرة تلقيت بشخص مسلم حابب أنه يعيش معي ويسمعني إذا ما نخلق أطر أو ما نوجد أطر تحت ناس يتخطوا أكيد رح نظل عم ننقل لبعضنا من جيل لجيل هالعنف هيدا ها أول شي دونك فيه تربية بالبيت بس مهم الأشخاص يكونوا الأهل اللي عملوا المصالحة فيه تربية بالمدرسة وهون أنا بقول تربية أساسية ومهم الأشخاص اللي عم بيعلموا بين مزدوجين بالمدرسة كمان يكونوا هني عندهم ثقة ومآمنين بهالمصالحة وعندهم ثقة إنه قادرين نبني سوى بإطار مختلف هالمسيحات بتسمح نتلاقى ونسمع بعض اسمع خوف التاني مني وسمعوا خوفي منه ولو بنسمع بعضنا بما خوفنا بنصير ننتبه أكتر على بعضنا وبصير آه أوكي لكن في شي جديد عم بسمعه نعم من خبرتك بالدراسات بالمعهد هل في رجع من السلام بين أتباع الأديان؟ أنا شخصيا بقول الرجع أكيد موجود من وراء خبرتي إذا بدأرجع في كتير أمتلة بتذكر هلأ مثلا صبية أرمانية أول ما كنا بإحدى الجلسات نحنا الجلسات بنعملها طويلة المدى تالأشخاص يبلشوا شوي شوي يعرفوا بعضهم في إحدى الصبية كانت أرمانية واللي معرفت أنه في أشخاص مسلمين قالت لي ظهرت طلبة الإذن قالت لي بعتذر أنا مرح فيه كافي أنا أرمانية أمي وبي وجدة وستة علمونا أنه المسلمين هن أعدائكم أنا ستة وجدة أتلون أشخاص مسلمين ما رح قدركون بالصف مع شخص مسلم وأنا شايفته عدوي قلت لي أنا عشت كل هالفترة على هالقناعة خليتكون هاي فرصة تتلاقي بيش أشخاص مسلمين سنة وشوفي عبري عن مشاعرك وبالفعل لأن احنا منشتغل على كيف الأشخاص إذا عيشوا تمييز معين بحقهم لأن من انتماء مذهب أو دين منعول هالتمرين بقى بهالتمرين عبرت عن هي الخبرة اللي عيشتها وكيف وكان فيه سئة بيت بالصف ست عمره يمكن خمسة وخمسين سنة تقريبا قد إمه لأن هي كانت بالعشرينات كانت عم تسمعها ومن بعد ما خلصنا الجلسة قاعدت حدا وكانت قاعدة حدا قالت لها أنا وعم بسمعك تعطفت كتير معك وأنا أكيد لو كان عندي لو عشت اللي عشتي أنا أكيد كنت بفكر مثلك وبشكريك لأنه خليتيني اسمع شو عايشي ومشاعرك تفاجأت الصبي وكانت قالت لها أول مرة بحكي قدام شخص مسلم هذا مختصر بس في كتير أمثلة بتخلينا نقول أنه هالمساحات بتساعد أنه اتلاقى وأعرف التاني على حقيقته نعم بتاريخ البشرية سواء بلبنان أو بالعالم في للأسف أشخاص استخدموا الدين لمصالح شخصية أو لكسب شعبية من خلال لجوء لخطاب بشد العصب الطائفة وبيخلق هالشي يعني بطبيعة الحال نوع من الكراهية والعنف بالتعاطي مع الآخر إن كان العنف بالكلام أو حتى بالأفعال أدي هالشي ممكن اليوم يشكل اغتيال لمجتمعنا الديمقراطي في أشخاص بيستعملوا الخطاب لشد العصب الطائفي عن قصد وتحتهم مصالحهم الشخصية دين بالأساس وإذا بدأرجع لأور ولأبراهيم دين بالأساس هو دعوة للخير دعوة للحب دعوة لللقاء بالآخر وللتسامح لكن إذا ما رجعت أعملت لقاء مع إيماني من جوة وتوصلت مع ذاتي وما بعرف شو عمق إيماني أسهل يجي شخص يشد على هذا أنه أنت من هذا الانتماء الديني لازم كذا لأن ما بعرف رح أقطش مع هاي الخير اللي فيه ورح أقطش مع هيدا الحب ورح أعتبر أنه التاني عدوة مشان هيك هاللقاء بالآخر هو اللي رح يساعدني أعرف التاني على حقيقته ويعرفني على حقيقتي وشوي وشوي منصير نشيل الأقنع الأقنع اللي حطينا مش لأن عم نكذب على التاني الأقنع عم نحطها لأن خيفنين من التاني وكل ما صار فيه ساعة أكتر بصير شيء قناع ورقناع وبصير أعرف التاني على حياته وساعتها إذا إجا حدا تحت يزد نار يزد كابريت تحت يولع النار بهال الاختلاف أنا بكون محصنة هالاختلاف ولأنه محصنينه بصير نقدر نميز بين اللي عم بيقولولنا يه وبين اللي صرت أعرفه وهون منكون شوي شوي عم نبني سوا جسر في بعض المصطلحات اللي تستعمل مثل مثلا الارتداد واللي بتخلق بعض النقاش وحتى منوصل لمشاكل الأوقات لأنه منجهل أو ما منعرف شو مفهومة مثل مثلا ارتد عن الدين أو ارتد إلى الدين ياريت منحكي أكتر ومنشرح أكتر عن هالموضوع وبركي كمان فينا نعطي بعض الأمثلة الأخرى أحد العناصر اللي ممكن تشكل نزاع بين الأشخاص هي الفهم المختلف للدين للمصطلحات بالأحرى عم تقول مرتد بثقفتنا الشعبية اللي بقول أنا مع الارتداد إذا شخص مسلم عم يسمعني رح يطلع بطريقة سلبية لا لأنه المرتد بالنسبة للشخص المسلم هو الذي يرتد عن الدين يعني بيخرج عن الدين بالثقافة الشعبية عند المسيحيين المرتد هو اللي بيرتد اللي بيفوت على الدين بيصير مسيحي يعني هذا مصطلح واحد إذا ما عرفت كيف عم يوصل للشخص التاني ممكن نكفي النقاش ونفوت بنزاع بس لأنه بالأول ما اتفقنا شو فيه بقلب هيدا المصطلح وأنا بعتبر اللي منكون عم نحكي بدي أعرف اللي عم بحكي كيف عم يوصل لك وشو عم تسمع من اللي عم بقوله وهون إذا بدي فوت ما بخلص يعني مفهوم الصلاة إنه لشخص مسيحي بيقلو لشخص مسلم اطارت تصلي قدامي ليه لأن مفهوم صلاة الفريدة مش موجود بالمسيحية لأن بيقلو الشخص المسلم للمسيحي أنا أقل أقل لي صلي خمس مرات أقل لي وأنا لأن عندي ثقة بأقل مني معني بنظرتك لأقل لي لأنه علقتي مع الله بتعنيني أكتر أنت ما بتصلي لأن بيقلو المسلم مفهوم الصلاة بالنسبة لأقلو بيقلو المسيحي مفهوم الصلاة بالنسبة لأقلو شو هي مش صلاة الفريدة بينتبه اه اوكي لكي مثل الدعاء بيبطل كمان المسيح قاله للمسلم صليلي لأن صليلي بيفهم انه دعيلي هو قمتل كتير بعد ما بدي يفوت بالعقائد بمريم بالمسيح في كتير اختلافات بالمفاهيم لكن انا بقول قداش مهم قبل ما نبلش بيردات فعلنا المشاعرية ورفضنا للاخر اعرف شو بيقصد الشخص التاني باللي عمقوله ومن هون نكافي سوا انه طبعا انه نطلع وانه نعرف كيف نسمع للاخر كمان بنفس الوقت قدي كمان اليوم نحنا كبشر مخولين انه ناخد دور الله ونكفر شخص لمجرد انه بس ما بينتمل عدينه ما حدا مخول ياخد دور التاني بالحياة العادية كم بالاحرى بالحياة العلاقة بيني اخد دور الله ومين الله وشو الله بالنسبة لكل واحد بايماني انه الله خلقنا احرار وخلقنا احرار ومع هيدا وكله هالقد مطول باله على البشرية منعيش العنف ومنعيش الكرهية ومنحقد على حالنا وما بيدربنا على ايدنا وبيكفرنا وبيقلنا عمله هايك لان بالنسبة لاله اساسة انه نعيش حريتنا وندرك نحنا ونعمل خياراتنا لان مدركين مش لان حدا نضربنا على ايدنا اذا الله وهيك عم يعود معنا كيف نحنا بننا ناخد ادوار بعضنا وهيدي خطر كبير وامتا بيصير خطر اكبر لم يكونوا الاشخاص ما بيعرفوا بايماناتهم وبيجهلوا شو اللي عم بحرقوا من جوا بيصيروا يخافوا من هيدا الشخص لانه بيعتبروا هو حتى ما اترح الله مثل متران في بيت على راس جبل التران بيوصلوا عن السكة السيارة بتوصلوا عن طريق الاوتوستراد البيسيكليات بيوصلوا يمكن على طريق خاصة اللي على كرسي نقال او بيوصلوا التران ما فيه يمشي على الاوتوستراد او اللي راي عم يركض ما بيقدر يمشي على السكة التران دون كل واحد في عنده طريقة حتى يوصلوا لهذا المطر وبتذكر هون كان فيه صديق تاني كتير كتير بس كان فيه كانت تقلي هي المسلمة تقلي انا كتير بحب على صديقتي بس فيه شغلة واحدة ياريت بتكون مسلمة لما عملنا هالبرنامج برنامج تنشئ على الحوار السيارة المسيحية لان من خلاله بيتعرفوا عقديان بعضون البعض من خلال بعضون البعض باخر البرنامج قالتلي ارتحت قلتلي لا قالتلي لانه عرفت انه صديقتي المسيحية كمان رح تخلص انا كنت بس عطليني هم بديها تكون مسلمة تتخلص تتفوت على الجنة بس اذا فيها تفوت من طريقة هي هلا اتطمنت هون فيه خبرة تشاركة معنا الاب فادي شدياء راهي بيسوعي ورح يخبرنا كيف قرر انه يكرس حياته الى الخدمة الكهنوتية الكاملة مرحبا انجلا مرحبا ريتا شكرا على هالحلقة الغنية خبرتي بترجع عشرين سنة لورا لما كنت لأكتر من ثلاث سنين متردد اذا بترك دراسات الهندسة وبدخل على الدير او بصير كاهن قررت وقتها اخد سنة فكر فيها جديا بدعوتها ورحت على المغرب اخدمهنيك بالمغرب اتعرفت على شاب اسمه حسين اللي ترك شغله وترك عائلته واهله وعيش بالشارع كرميلتا يكثب سئة اطفال الشارع حتى لما يجي الوقت حسين يطلب منهم انهم يرجعوا على المدرسة او عند اهلهم يثقوا فيه لما شفتها الراديكالية بالمحبة اللي عيشة حسين انا صار عندي ثقة اكتر براديكالية المحبة اللي ديانتي المسيحية بتدعيني عليها وبالسلاشة انتبه انه هيدا المحبة منه بس صنع المسيحية ولكن هيدا شيء متجذر بكيان الانسان بيستيهل انه الواحد يثق فيه من وقته صار عندي ثقة بدعوة المسيح لقليه اترك كل شيء انه اتبعني ودخلت على الرهبان اليسوعية بشكرك بيخفادي على هالخبرة اللي تشاركت معنا يعني مثل ما سمعنا بيخفادي كمسيحي هوسي بدعوته المسيحية بفضل شهادة شخص مسلم اليوم كيف بتشوفي هالخبرة وقدي ممكن برأيك نوصل لمرحلة نفهم فيها انه اللي مش مثلي مش خطر علي وانه قوتنا تكمن بتعدديتنا وانه الاخر باختلافه ايماني وبركي حتى بيخليني غوص بايماني اكتر هون بشوف الاخر اللي مش مثلي هو فرصة حتى فوت لا ايماني اكتر وبتذكر هون لمسمعات شايدة برفادي كان فيه شخص شيعي بس ما بيعرف كتير ايمانه اول نبلش بالدراسات بالمعهد اجا اول شهر قال لي بدعموا المسيحي قال لي لانه عم بيكتشف اللي بديه عم بيكتشفوا بالمسيحية قلتولو شفت بالاول اذا موجود بالاسلام هالروحانية اللي عم تفتش عليها شفت اذا موجودة بالاسلام قبل ما تغير بعد شي عشرة الشهر اجا قال لي بشكرك لان اتعرفت على البعد الروحي بالديانة الاسلامية اللي ما كنت قادر شوفه من خلال اللي عيشوا دير من دار اتعرفت على جوهر الاسلام ولأ انا رعيش اسلامي بهالروحانية وهون بشوف لقاءنا بالاخر وصلتنا وهالحوار اللي في كتير اشخاص بيعتبروه كذبه انا بقول هو فعلا فرصة مش بس حتى اتعرف على التاني حتى اتعرف كمان على حالي وتحتى قدر ميز واعمل خياراتي بحرية انا ومنتبه لحالي ومنتبه للتاني واثنيناتنا سواء منكفي منتبهين لبعضنا لان الاساس اللي مبعرفك بصير انتبهلك اكتر لان بتصير تعنيني وبتصير تنتبهلي اكتر وسواء من ابني انا بشكرك لو جودك معنا اليوم thank you مرسي مرسي كتير لكم لهالفرصة كمان حتى نضوع هالمطرح اللي في كتير اشخاص يمكن بيشوفوه شوي مظلم وانا بوسى انه في ضوع كتير thank you للأسف اليوم منتبع عبر نشرات الاخبار مسلسل رعب بيستعملوا العنف والاجرام والكرهية باسم الادين وقد نسوا ان للعرش ربا رفع السماوات عفوا يا محمد واخفر لنا يا يسوع فقد نسينا ان رب السماوات واحد اذا اليوم بيروت حكيت حكيت وقالت نعم نعم للعيش معا نعم للتسامح نعم للحياة لبنان منبع العلم واختلاف السقافات وملتقى الادين ونحنا اليوم مدعوين نحول الواقع اللي بيفصلنا الى واقع بيجمعنا والقرار بيدنا وهيك بهالطريقة بتلتقم جراح بيروت وبينهض لبنان ليصير رمز للتقدم والتطور كما يليقوا به لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا لهالأسبوع بشكر متبعتكن تانكس فور ليسنينج موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة وحوارات مبنية على أبحاث ودراسات لأنه نحنا جيل سلاح العلم نحنا جيل تلبق له الحياة أما هلأ فصر وقت اترككم مع سكتش جديد وخاص للـ USG من الكوميدة المتميز فادي العيدة انجروي تشاو فور ناو نحنا سعيدين باستضافة مدام فادية الشريقة بفقري تشهاد تحييت محظوظين بوجودك معنا سيد فادية غينالعلنا مرسي بليز غينالعلي تانكس خلاص فادية الشريقة عشت تجربة علمت فيك كتير ولعب الدور كبير بتقبلك للآخر ياريت بتشاركينا تجربتك سيفري سيفري صراحة هالتحمل الجزربي بحياتي الفادل كله بيرجع لجامعة الوازج حضرتك خريجي جامعة الوازج اكيد اكيد ما في وراق انا اخر ثلاث سنين يعني سقطت اخر سنة ثلاث سنين يعني يسقطوني قد ما تعلقوا في ما بدوني اترك الجامعة انو هاي تلميذة اضافة للجامعة ثلاث سنين يسقطوني اخر شي مع دقلون عين متل ما بقولو ونجحت وطرت بالحياة بس الوازج لعب الدور كتير كبير خاصة بالكاتبعي اني اتقبل الاخر وخاصة خاصة لما تحكي عن معهد الدراسات المسيحية الاسلامية بالوازج انت افتر معهد الدراسات المسيحية الاسلامية الوازج اذا بدي اختصلك بفور الوازج افتر الوازج هيك انا معصمة حياتي مادام شريعة لو بتوضحي لنا شوي كيف كنت قبل الوازج قبل الوازج كنت بربرية متوحشة مش ارفض الاخر اول شك في اشفل منه اعتبره عدو رأسا لدرجة بها الطريق اذا بدي اه كنت بعد عشان بيت اهلي عند الاب بوبا تكون ماما تكون ماما عاملة الصبحية تقل لي فاتحة مسلا المرقعة الصبحية شوف رفقات وهيك قل لي مين في تسمي لي في اسمين ثلاثة بس اللي يون اللي ابدا انا ما بقعد معكم تقل لي ماما لي الا لان هول الثلاثة هول مش نحنا سنبانو ما بيش بعونا ماما ما تفهم ماما منفتحة بس انا من اخد التعصب لانه بقلولي في عندك الجهل الارادة الجهل اللا ارادي الجهل اللا ارادي اللي هو بناخد ه من كيف بنربع شو بيعلمونا شو بنسمع شو لأجزامبلات قدامنا هيدا كتير اللي بوباء متعصب عقلته دايقين وانا مقصرة ببوباء بان هي البوباء فانا كان راسي هيك ماما منفتحة بس ما تفهم بعد رحت الايام اشت الايام تخرج من الاجي من حيس لأ قدري بلا ما انت بيصرت غير انساني صرت تلاحظ بالحياة يعني هلأ مسلا بدي قللي ماما على اطاول بعمر عبتقلي عابلين صبحية مرأة فاضعة اول ثلاثة بشارة ان يكونوا موجودين هن ثلاثة اللي كنت ارفض اضمعهم يعني تحول تحول جزر يعني مادام شريقة هون فينا نقول الاختلاف منو خلف براف عليك اكيد الاختلاف هو ميزة هو غنى هو اكتشاف الاخر هو يتحول الى مرأة بتعرفي حالك اكتر بتشيلها التابويات بتشيلها الايجو وبتصير حياتي تأسهل وانا مع النضج والايام اكتشفت انو اصلا الصبحية اساس بالصبحية تقبل الاخر لانو انت بقى الصبحية بديك تلقلق اليوم تلقلق بديك تكوني مرتاحة للشخص الاخر بتكوني ابلانتي ولا ما فيك تلقلق بتصيري تقمن تبها وما بدي قولها هدا بتلقلق تقبل الاخر وهونيك خدعة لقلق وانا بحكيك انحنا منلقلي على مستوى انحنا منلقلي باخلاق منلقلي بس اصحاب حا مش متل هالايين بلقلق طي لقلق بيفطروا بيخربوا بيوت نحنا اذا بننخرب بيت بيكون معنى حا يعني هالبنت مش لقلق ايه هالبنت مش لقلق معنى دول اخضر نخرب بيت بس بقول بنقاز في ضمير بالنهاية تبه وانا قديش صرت بفار بس انا بحيال لوقت بيركب مشكل مسلا بيخد وقت بصفا بتفكر بقول شو بفوطة بفار او او ازا ازا ومتحد عم بيستفزني بفوطة بفار او بفرم وبرجع على موقعي بس انا بميل على لانو تقبل الاخر والانفتاح والمحبة والتسامع حيدوه لي سلام ما هو في حروب لانو مش متقابلي بعد لما تتقبل الاخر هيدا هو السلام وسلام الروح بالنهاية هو قبل سلام الجسد حتى يعني هو لقبل الكينوة والكيل والاخبار كلها يعني شو نفع واحد قعد بمطعم ويابا عم بيكل طالب اتنان كينوة سلد واتنان كيل بضهرون وهو مش قبل اللا قبله طاولة يضل عني ولي فارغ أشرف له parlان فا ما parlان بيان اللا يرحم كورناي لك عنا كتير بحبه لكورناي سيمن يضل لدرجة انو كلما اكل بوز بطلب كورناي او تنان كورناي Simone كورناي كورناي dio كورناي كورناي اشتركوا في القناة